واحد من كبار مدربي القرى الأفريقية الحقيقة اللي تقلق مع اثنين من العتولة اثنين من كبار الأندية الأرجنتيني ميجيل جاموندي مدرب سابق لسانداونز وجنوب أفريقي والوداد المغربي هو وظيفنا في السادسة بدايةً بشكرك على مشاركتك معنا وأهلاً وسهلاً بك في السادسة مرحباً بالجميع شرف كبير لي أنا تواجد على قناة الأهلي مرة ثانية دعني أقول خليني أبدأ معك من دوري أبطال أفريقيا والتأكيد هي بطولة مش غريبة عليك هل تبعتها الموسم ده وإيه تقييمك لها بشكل عام نعم بالطبع أنا دائماً أتابع دوري أبطال أفريقيا ولهذا الموسم أعتقد أن المستوى لم يكن في أعلى حالاته كما كان في السابق ولكن المسابقة الآن مؤخراً تتطور المباريات أصبحت أكثر صعوبة للفرق الكبيرة ولكن في النهاية تأهل أفضل فريقين وأيضاً كما شاهدنا في ربع النهائي شاهدنا مستوى رائع للنادي الأهلي حتى وصوله للنهائي حتى اللحظات الأخيرة وتعليقها على مشوار الناديين الكبار وصولاً لمبارات نهائي دوري الأبطال اللي هتبدأ بالجولة الأولوية يوم الحد القدم في القاهرة الوداد المغربي وأنت كنت توليت مسؤوليته طبعاً كمدير فاني قبل كده تأهل بشق الأنفس سواء حتى في الأدواء الإقصائية أمام سينبا برقلات الترجيح أو أمام سانداونز بتعادل خارج الأرض في حين أنه الأهلي واجهت نين من كبار القارة الرجاء والترجي وقدر أنه الحقيقة يحقق نتائج كبيرة سواء خارج الأرض أو داخل الأرض إزاي بتشوف مشوار الفرقتين وتأثير ده على فرصهم في نهائي البطولة نعم كان مشواراً صعباً لنادي الأهلي الأهلي واجه فريقين من أكبر الفرق في أفريقيا حينما واجه الرجاء وواجه الترجي أيضاً في قبل النهائي لم يكن الأمر سهلاً وأيضاً الوداد لعب أمام فريق سينبا لن أقول أن سينبا فريق صغير ولكن كان الأمر مختلفاً كانت مباراة معقدة وصعبة وحتى أمام سانداونز سانداونز لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في دورة أبطال إفريقيا ولم يخسر حتى أمام الوداد أعتقد أن الوداد لم يقدم أفضل كرة أفضل من سانداونز ولكن هذه هي كرة القدم أنت تلعب حتى آخر دقيقة في البطولة أنت مطالب بالفوز مطالب بالتأهل مطالب بأن تضع الكرة في الشباك وهذا الموسم الوداد ليس نفس الفريق كما كان في الماضي يفتقدون إلى المثابرة والاستمرارية حتى المهاجم حتى المدافع أشرف داري يفتقدون الوداد غير قام بتغيير أربع مديرين فنيين هذا الموسم فهذا لا يدعو للثبات في المستوى والاستمرارية على حسن الأداء ولكن إذا رأينا الآن الأهلي الآن الأهلي الآن يحرز بمعدل هدفين كل مباراة أو ثلاثة الأهلي لديه فريق هجومي أقوى الأهلي الآن أحرز أربعة عشر هدفا في البطولة والوداد سبعة أهداف هذا ليس معدل جيد للوداد الأمر مختلف بين الوداد والأهلي الوداد يجب عليها أن يكون أكثر غير على تاريخه وأن ينظر إلى فرق مثل الأهلي وسانداونز لديهم الوداد الآن لديهم دفاع ليس بنفس القوة كما كان في الماضي أستطيع أن أقول أن الوداد أستطيع أن أقول أن الجمهور سيساعدهم في كازابلانكا ولكن ليس الحال كما الأهلي فالأهلي الآن الأهلي فازوا الأهلي فازوا بنهائيات كثيرة من قبل وأستطيع أن أقول أن من المنطقي أن نرى الأهلي أن نرى الأهلي بأداء أفضل ويفوز بالكاز خليني أخذك لمقارنة الناس كلها بتتكلم عليه لأننا نتكلم على نهائي تقريبا يعتبر نهائي مكرر السنة اللي فاتت صحيح طبعا ما كانش فيه مسواقع وكانش فيه تكافؤ فرص أو عدالة في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي فات وتلعبت المواجهة من مباراة أحدة أقيمت في المغرب على أرض الوداد وبين جمهوره لكن لو كلمنا كورة لو كلمت مقارنة بين مواجهة الأهلي والوداد في نسخة الموسم الماضي من نهائي دوري الأبطال أفريقيا والنهائي المنتظر في نهائي البطولة السنة دي إيه الفوارئ أو الاختلافات بين المواجهتين من وجهة نظرك؟ نعم أنا أتفق معك فيما قلت هذا النهائي أكثر عدالة من سابقه أن تلعب مباراتين ذهابوا عودة أمر جيد ولكن أستطيع أن أقول أن الأهلي الآن تحسن كثيرا على مستوى جميع المراكز الأهلي تحسن كثيرا الأهلي لديه الآن عقلية الفوز أكثر مما مضى المدير الفني خلق حالة من ثبات المستوى أفضل مما مضى على الجانب الآخر الوداد ليس نفس الفريق الذي شهدته في العام الماضي فقدوا الكثير من اللاعبين وتغيير المديرين الفنيين أستطيع أن أقول أن هذا خطأ كبير وقع فيه الوداد هذا يؤثر على عقلية الفنية لللعبين فالعقلية الفنية لكل مدرب تختلف عن الآخر وهذا يؤثر على اللاعبين ولكن الآن يوجد اختلاف كبير بين الأهلي والوداد على مستوى الهجوم كم الفرص التي يخلقها ويستغل فريق الأهلي فالمستوى الفني على مستوى الهجوم تحسن كثيرا ونرى هذا في معدل الأهداف الوداد الآن لديه مشكلة كبيرة في إحراز الأهداف وأيضا استقبال الوداد للأهداف يستقبلون أهداف بشكل كبير مواجهة سانداونز كانت مختلفة وأيضا مواجهة الأهلي أمام سانداونز كانت مختلفة ولكن الأهلي أفضل عن مستوى الدفاع بالنسبة لي لأكون واضحا يوجد فارق كبير بين جودك اللاعبين على مستوى الهجوم بين الوداد والأهلي في رأيك وفي ظل الظروف التي تكلمت عليها وتغيير الأجهزة الفنية وتولي سبين فاندنبروك المسؤولية الفنية أو القادة الفنية لفريق الوداد إيه هو السيناريو الذي يمكن أن يلجأ له فريق الوداد لمواجهة الأهلي في القاهرة هل تتوقع أنه يكون سيناريو متحفز؟ هل سيأتي الوداد للقاهرة للخروج بأقل الخسائر في محاولة منه الحصول مثلا على تعادل أو أنه يختف هدف؟ أو على أقل الخسارة بأقل النتيجة ممكنة؟ ولا تتوقع أن الوداد هيجي عشان يهجم الأهلي هنا في القاهرة ويحقق نتيجة تحسم البطولة أو تحسم اللقب قبل مباراة العودة في كازابلانك؟ حسنا لا أعرف في الحقيقة عقليتها المدربة الحالي ولكن لا أعتقد أن الوداد سيهاجم الأهلي في القاهرة نعم سيحاول أن يحافظ على أفضل نتيجة له في القاهرة كما رأينا في قبل النهائي وكما رأينا أيضا أمان سيمبا الوداد يلعب بأقصى قوة على أرض الخصم ولكن يوجد بعض التغيرات في عقليات اللاعبين الآن نعم الوداد الآن سيحاول أن يحافظ على التعادل وأن لا يستقبل أهداف وأن لا يقع في الخطأ أمام الأهلي أنا أراهن أن الوداد الوداد على المستوى الهجومي لن يكون في أفضل أحوالي في رأيي أن المباراة ستكون على هذا المنوان سيكون أمرا صعبا للوداد في القاهرة ومئة بالمئة الوداد سيحاول حسم اللقب في كاسابلانكا أنا عارف أنه في النهاية المواجهة 11 في مواجهة 11 لكن من وجهة نظر ميجيل جاموندي مين هم مفاتيح اللعب الأهم في الفرقتين من وجهة نظرك من اللاعبين اللي عندهم قدرة أن يصنعوا الفرق في مواجهة بمنتهى صعوبة زي نهاية دوري أبطال أفريقيا في الوداد وفي الأهلي فلسفتي الكروية هي أن الفريق هو مفتاح اللعب الفريق ككل ولكن حينما أشاد الأهلي في رأيي الخاص لديكم الشناوي بالطبع علي معلول وحسين الشحات أيضا كهربا بيرسيتاو ويوجد أيضا لاعب أدهشني كثيرا محمد عبد المنعن هو مفتاح لعب وأيضا حمد فتحي في منتصف الملعب وأليو ديانج هؤلاء اللاعبين هم الآن في أفضل حالاتهم مع النادي الأهلي وأكرر أن الوداد الآن لديه يحيى جبران ولكنه ليس في أفضل حالاتي كما كان في السابق وأيضا الحسوني وأيضا الجناح الجزيري أنا أشاهد البطولة المحلية وألاحظ أن زهيري المترجي الآن كان لديه إصابة طويلة ولكن عادة من الإصابة أعتقد أن هؤلاء اللاعبين هم مفاتيح اللعب وأيضا المهاجم السنغالي سامبو هو أصيب قبل النهائي في مباراة الأولى ولكن أعتقد أن الوداد ليس في أفضل مستوى لكن أستطيع أن أقول أن هذه هي مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي وبالنسبة للوداد ولكن بالنسبة للوداد ليس الأمر كما كان في السابق بالنسبة ليحيى جبران لم نره كما كان في بطولة السابقة لم نر أفضل مستوى له أنا عملت مع هؤلاء اللاعبين لم يكن وقتا طويلا كان لمدة عام ولكن كان لديهم عقلية قتالية في الملعب أكثر من ذلك ولكن الأمر اختلف بالنسبة 100% على جولتين الأولى في القاهرة والثانية في دار البيضاء هيكون حسم لقب دوري أبطال أفريقيا فرص كل فرقتين من وجهة نظرك هل بتظن أنها فرص متساوية ولا بتشوف أنه الكفة بتميل يعني لفريق على فريق آخر كما قلت هذا نهائي لدينا فريقان كبيران الوداد والأهلي ولكن المنطقي وجهة نظر المنطقية أعتقد أن الأهلي سيكون سيكون متسايد متسايد في المبارتين على الوداد لا أحب أن أتنبأ ولكن بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى حيث يات المبارتين الأهلي الآن الأهلي سيكون البطل القادم لأفريقيا المدربة الكبير ميجيل جاموندي طبعا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وشكرا على ظهورك على شاشة قناة النادي الأهلي للحديث عن نهائي دوري الأبطال نتفاقل الحقيقة برأي ميجيل جاموندي لأنه واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة الحقيقة والعريضة في قارة أفريقيا وداخل المغرب نفسها لما كان تولى مسؤولية الوداد المغربي وأيضا واحد من كبار القارة لازم تحط دايمن سانداونز كواحد الحقيقة من أفضل في القارة أفريقيا دي كانت وجهة نظره وكانت رؤيته فيما تعلق بنهائي دوري الأبطال ترجمة نانسي قنقر